السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بازن الله تعالى هنروح على بالم جميرة وهي واحد من احلى الاماكن اللي انت ممكن تشوفها في حياتك. واحد من احلى الاماكن اللي موجودة في امارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة. حاليا احنا اه ماشيين في شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز ار سعود. وعلى شمالنا في ام منطقة اه دي سي دي اه مدينة دبي للانترنت ومدينة دبي للاعلام. وعلى اليمين في ده اه دي شواطق الصفوح وحاليا احنا داخلين المدخل اللي هيودينا على اه نخلة اه جميرة او جميرة زي ما بيقولوا عليها بالانجليزي. النهاردة الجو اه حلو اه مغيم شوية حاجة بسيطة بس اه يعني الجو جميل جدا ما شاء الله. في على شمالنا هنا دي المحطة دي محطة المونوريل وفيه تعريبا لسه فيه مباني لسه بتتبني وبتتعمل. المونوريل ده اللي هو زي ايه شبيه للاتر كده ما بين الاتر والماترو. حاجة كده ما بين الاتنين طبعا اكيد يعني معظم الناس عارفة يعني ايه مونوريل. حاليا احنا على الجسر. الجسر اللي احنا ماشيين من فوقيه ده دلوقتي. الجسر ده هو حلقة الواصل ما بين اه الطريق العام من اه جومير نفسها لنخلة جومير اللي هي طبعا كلها اه او معمولة اه من عمل الانسان يعني اه كانت فكرة وتم تحقيقها. وللي ما يعرفشي ان الفكرة اللي عمل اه بالم جوميرا او جزيرة النخلة كانت فكرة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وهو صغير وهو اه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. سمو الشيخ محمد وهو صغير اه كانت تتكلم في واحد من المؤتمرات او واحد من الحاجات اللي كانت بيتكلم فيها اسموه ان هو وهو صغير لما كان بيلعب على البحر كان بيبني قلاع اه اصحابه كان بيبني القلاع اللي هي اللي هي القلاع اللي بتتعامل من الرمل على الشط وهو نفسه اسمو الشيخ محمد كان بيبني على المياه فاصحابه كانوا بيتحقوا عليه ده بلان على كلام سموه. دلوقتي هو بيقول انا بقيت اخدهم اوديهم جزيرة النخلة معايا عشان اواريهم من الحلم اللي انا حلمته بقى حي. عندما كنت صغيرا نالعب على شاطئ البحر مع اصدقائي كانوا يبنون بيوتا وقلاعا رملية على الشاطئ. وانا كنت احاول ان ابني في البحر. وكانوا يضحكون. والان كثيرا ما اصدحتهم الى مشروع النخلة والمباني التي في البحر. فده بصراحة شيء ملهم جدا ان الواحد اه يعني يحلم ويه يتوكل على الله وان شاء الله الامور بتمشي يعني مين كان يتخيل ان يعني يشوف الشيء الدوت يعني من حلم اه طفل يبقى حقيقة واحد من ارقى وافقا من الاماكن اللي ممكن تشوفها في العالم. انا طبعا بحب سمو الشيخ محمد جدا وابعث لسمو وطحية. اه هنا اه بنشوف على شمالنا ده اسمه بالم تاور اه وده في فوق في مكان اسمه the view. والفيو ده لما بتطلع فوق اه بتشوف جزيرة النخلة كلها كاملة. انا كنت عملت اه فيديو اه عن المكان ده انا هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاعه في صندوق الوصف عشان تتفرجوا عليه. لو حبيتوا تروحوا اه في رسم دخول وبيبقى فيه تقريبا في دار او بيبقى تقريبا فيه اه 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 او كابتشينو. مكان حلو جدا ممكن انت تروح عليه. طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي احدا نسنا مكملين. وفي على شمالنا زي ما احنا شايفين ده خط المونوريل. وعلى اليمين وعلى الشمال فيه ما اه اه جميع هي الفيلة السكنية والمباني السكنية. طبعا مكان في ممتها الجمال والروع بصراحة يعني شيء يعني مبهج ومفرح بطريقة جميلة. واحد من احلامي ان ربنا سبحانه وتعالى ينعم علي وقدر ان انا اجيب اه حاجة في في المنطقة دي. لان بصراحة يعني كل ما برحناك بكون مبسوط جدا يعني شيء جميل. ده كده اول نفأ علشان اه نوصل ونعدي الجنب التاني. النفأ ده طبعا نفأ عادي. مش يعني مفيش حاجة فوقينا. لكن هنقدم قدام شوية. وهنشوف نفأ تاني. النفأ ده بيعدي تحت المية. علشان نقدر نوصل للجنب التاني. اه زي ما احنا شايفين. على على ايمنة وشمالنا في المباني الجميلة. وفي طريبا هنا في مسجد كبير. انا عدنا. اه اه هناك هو المسجد. زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله. حاجة جميلة جدا. اه جنب المسجد انا يعني هتشوفوا فيه اه مكتوب عليها. دي برضو اه مكان فيه كافهات وفيه مطاعم وفيه حاجات جميلة جدا الناس بتروح تعود فيه. دلوقتي احنا دخلين على النفأ. النفأ ده اللي هيعدينا تحت المية. طبعا بالنسبة للناس اللي عارفة اه دبي كويس او مسلا عايشة هنا في دولة الامارة العربية المتحدة في امارة دبي. اه يعني معظم الناس راحت المكان ده اه يعني اه كتير. لكن في بعض الناس ممكن ما تكونش راحت. وفي اه ممكن مسلا الناس ما ما كانت لاشي الفرصة ان هي تزور امارة دبي. عايز اقول لكم ان المكان ده في فصل الشيطة يعني مثلا انت بتتكلم في اه تقريبا اه ممكن اه نوفمبر اه ديسمبر شهر اه يناير وفبرايل ومارس الجو في دبي او في دولة الامارات العربية المتحدة بيكونش في مدهة الجمال والروعة. ده من احلى الوقات اللي تزور فيها. الا ازا بقى يعني انت تكون من الناس اللي بتحب البحر والجو بتاع الشمس والحاجات دي تأتي في اي وقت في السنة طبعا ده اكيد. اه دلوقتي احنا طالعين من من النافق. والنافق ده زي ما احنا قلنا ده نفق ده كله تحت المية. في هنا الهلال احنا هندخل يمين. اه الهلال اه مقسوم اه اتنين. احنا الاول هنروح نحية اليمين وبعد كده واحدة راجعين هنروح نحية للشمال او ايه نحية اليسار. كده احنا ماشيين. اه في ده تقريبا الهلال الشرق على ما اعتقد وهناك الجنب التاني هلال غرب. الجو زي ما انتم شايفين النخل شوية بيتهز. اه فهو كان الجو اليوم دوت كان فيه شوية فيه رياح بس بصراحة كان الجو حلوة. اه المبنى اللي انتم شايفينه هناك ده اتلنتس. المبنى ده جواه اه وده هنا اه بيتش. ده ده من الشواطئ بس الشواطئ دي كل طبعا بتكون كلها مدفوعها دي مش شواطئ مجانية. لان ما فيش حاجة هنا شواطئ مجانية خالص. الشواطئ المجانية دي بيكون في مكان تاني مش مش في جزيرة النقلة. فيه زي ما انتم شايفين. اه ده اطلنتس. اطلنتس اه في يعني شيء في منتهى الجمال يعني جوه فيه في حاجة كتير جدا ممكن تتعامل طبعا هو اول حاجة هو 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 فندق للقامة. اه غير كمان ان هو فيه جوه فيه اذا وفيه اا 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 تقريبا فيه اكتيفتيز وفعاليات كتيرة جدا ممكن تتعمل فيها. اا 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 يعني مكان حلو خالص يعني. لو انتم ركبتم تعريبا احنا هنعدي عليه دلوقتي اا تقدر ان انت تركب وينزلك قريب منه محطة قريبة جدا ايه? في محطة نزلك جنبه على طول عشان تقدر تدخل جوه. اهي. دي ما انا شايفين اهي. اخر محطة دي محطة المونريل اللي انتم شايفينها على هناك على قدينا اليمين اهي. دي محطة المونريل. اه اه دي اخر القط بتاعها تدارده وتنزله في المحطة دي وتروحه على اه هنطلع قدام شوية وده اه وتعمل اه المبنى اللي احنا نشوف دلوقتي ده اتعمل بعد اه اه بفترة وهو اسمه اه مبنى ده زي ما انتم شايفين معنا كده هنقرب عليه شوية فريد جدا من نوعه في طريقة البونة بتاعته شيء يعني وانا اروع بصراحة حاجة في منتهى الجمال والروعة. احنا داخلين عليه تحس ان هو عامل زي كده مكعبات كأنه كأنه كله مترتب بفوق بعضه. شوفوا الجمال. انا بصراحة اه انا دخلت قبل كده لكن بصراحة المبنى ده انا ما يعني ما دخلتوش قبل كده فمش عارف من جوه شكله عامل ازاي فلو حد ظهره ممكن يكتب في التعليات اه شكله ازاي عامل من جوه لان بصراحة ما كانت ليش الفرصة ان انا اشوفه من جوه زي ما انتم شايفين مع انا بسم الله ما ان شاء الله حاجة يعني حاجة بصراحة خرافة يعني شيء شيء جميل. ده برضو على حسب ما اعرف يعني ان هو مبنى اه يعني فندق عفوا اه على ما اعتقد. وفي مطاعم وفي في حاجات كتيرة جدا ممكن تتعمل في ممكن تتعمل عمامات سباحة وفعاليات كتيرة ممكن لها تتعمل في. كده احنا مكملين اه ومشيينه زي ما انتم شايفين مبنى ما شاء الله ضخم جدا. وبعدين هنيجي للدوار اللي جاي او زي ما احنا بنقول في مصر الميدان او الصينية. هنا بدقة الامارات العربية المتحدة بيسموها الدوار. هناخد الدوار. وفي معظم الدوار للخليج طبعا. هناخد الدوار. ونرجع يوترن. ونبدأ ان احنا ناخد طريقنا في الرجوع مرة تاني عشان نروح على الهلال الغرب اللي هيخدنا على اه الجزء التاني من نخلة جوميرا او بارم جوميرا. وطبعا زي ما انا شايفين تاني الاتلانتس داريال على قدينة الشمال. وطبعا اللي على قدينة اليمين ده المية. دي مية البحر. الجو اليوم ده كان زي ما قلت قبل كده كان شوية هوا. بس بصراحة زي ما اتوا شايفين تشوفوا النخلة بتتهزز ازاي. اه بس بصراحة كان الجو حلو جدا. بس طبعا انا قافل الازاز بتاع العربية علشان ما يكونش في دوشة. وما يكونش في زعاج. وانا بعمل لكم الفيديو. ام وفي خلال اه ماشينا دلاتي خليني اسألكم بس سؤال يعني انا اه اعملت فيديو قبل كده. اه لمنطقة اه البوليفورد اه داون تاون. اه بتمنى ان انتم تشوفوه. وبتمنى ان انا اعرف كمان رأيكم يعني ايه رأيكم في الفيديوهات بتاعة الفسح دي. اللي هو ان انت ايه نطلع مع بعض نروح فسحة كده ونتفرق على الاماكن الجميلة. وانت قاعد في البيت تتفرق على الاماكن حلوة. ممكن لو انت بسا من من مواطني او من مقيمي دولة الامارات العربية المتحدة يشجعك الفيديو. اه خليني اروح وانزل واتفسح واشوف الحاجات الحلوة دي. او لو انت بسا واحد مزورتش الامارات قبل كده. ونفسك تيجي. تشوف الاماكن الحلوة والجميلة دي. اه او لو انت مثلا اه جيت قبل كده. وعايز تيجي مرة تارية. ممكن ان فيديو زي زي كده يشجعك ان انت تيجي مرة تارية. فاااا. لو انت مكسل كمان برضو اه يعني حاجة كمان لو انت عايز تنزل بس مكسل. ممكن تتفرج على الحاجات دي ممكن اللي هو كأنك نزلت كأنك تفسحت يعني. في زم احنا شايفين على قديرنا الشماء اللي هو مرة تانية. وتقريبا في تاني في مكان تاني يا ربي مش متأكد. على ما اعتقد. اللي احنا شايفينه دلوقتي مع بعضنا ده شيء يعني انا بصراحة من احلى الحاجات اللي انا آآ يعني باحترمها هنا في دولة الامارات العربية المتحدة لو لاحظتم هتلاقي لازم معظم العربيات او السيارات تقف على شارق الناس تعدي. وده شيء يعني انا بقى لي تقريبا طوانتاشر سنة عايش في دولة الامارات العربية المتحدة. من احلى الحاجات اللي شفتها احترام البني ادم. احترام الانسان. اللي هو يبقى شخص معدي تستنى. كعربية لغاية لما الشخص ده ما يعدي. في يعني شيء جميل جدا يعني الموضوع مش بس ان انت بتشوف اماكن حلوة لا ده انت بتشوف كمان في نظام في ترتيب في شغل جميل. كده احنا داخلين على الهلال غرب. تمام? آآ اليوم ده تقريبا كان فيه شوية آآ شغل فانا هقطع من هنا لان لان رجعت وخدت ورجعت برة تانية بس عشان اليوم ده كان بس ايه فيت شوية شغل لان هم هم دايما بيعملوا آآ آآ تحديسات وشغل. وده الشيء جميل جدا ان هم دايما على طول بيتوار وبيعملوا حاجات آآ حلوة لو فيه حاجة ما سمحتاج اسيانة حاجات جميل جدا. اللي على الشمال ده تقريبا آآ مباني على شكل آآ مكان موجود في اليمن اللي هو سبق على ما اعتقد تقريبا آآ دي انا مش متأكد ازا كانت بس فنادق ولا ممكن تشتري ولا بصراحة مش عارف يعني بس طول ما احنا مشيين دلوقتي هتشوفه هتلاقي ان آآ كل المباني اللي على اللي على اليسار او اللي على الشمال كلها مباني بتكون معظمها فنادق وفيه منهم بيكون برضو آآ بيوت لبعض الناس بتبصوا مباشرة على البحر طبعا يعني آآ حاجة يعني مش قادة نقول لكم آآ الشيء ولا اروع بصراحة لان انا احيانا لما بكون مسلا آآ وفي نزغي كتير غيري يعني لما بكون مسلا محتاجة ان هي تصافيز هناها محتاجة ان هي تشوف شيء جميل تشوف شيء حلو بيجوا هنا على آآ اماكن دي وتحط السيارة بتاعتك آآ تركية العربية بتاعتك وتحطها هنا في في المكان ده آآ ناحية البركنات دي وتنزل وتقف وتتفرج على المية وجمالها وحلوتها شايفوا من تاج جمال تريبا اللي على الشمال دوت كامب ناسكي على ما اعتقد وفي بعد كده هيجي زعبيل سراي وفي في فنادق يعني آآ وفي رافلز وفي فنادق كتير جدا جدا للناس اللي بتحب اللي هي اقامات آآ على الريزورت والحاجات دي ده واحد يعني آآ يعني اصد المنطقة نفسها من احلى الاماكن اللي انت ممكن تقضي فيها اجازة كل انت شايفين على الشمال دي كلها ريزورت وفنادق وآآ واماكن ان انت ممكن تقضي فيها بالاضافة طبعا الى بعض الآآ آآ يعني آآ اللي هي المساكن طبعا هي اسمها وهي ماشاء الله عليها مليانة نخل يعني كلها نخيل شيء ولا اروعة بصراحة هنفضل مكملين دلوقتي شوية قدام وطول ما احنا ماشيين شايفين في شغل في آآ اولاش او كرينات شغالة عمالة تبني وتعمل آآ اماكن آآ جديدة وكتيرة التقريب من الحاجات المبنى على الشمال ده ده الحاجات اللي هي بتمدهم بتمد المنطقة بالطاقة والمكيفات والحاجات دي وحاليا احنا على الجسر اللي احنا شايفينه مع بعض ده بيعدي من فوق المية زي ما اتوا شايفين مع بعض على الشمال مازال في لسه في حاجات كثيرة جدا ما بتتعمل واللي احنا شايفينه مع بعض من هناك من بعيد ده دي دبي مارينا جي بي ار الحتة دي الجزء التاني من منطقة جميرة ده يعني مكان مش قادر اقول لكم ولا اروع وما كان في منطقة الجمال لو حبيتوا ان انا اعمل لكم فيديو هناك من نفس الطريقة بتاعت الفيديو ده قلوا لي في التعليقات وانا اروح هناك واصور هناك بازن الله تعالى وزي ما احنا شايفين احنا هنفضل نكمل ايه قدام شوائيا لغاية لما نشوف بعض من الفنادق وبعض من الاماكن اللي موجودة على قدير للشمال طبعا الحتة اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي دي موظمها لسه قيد التطوير يعني ما شاء الله يعني في كتير مباني موجودة في الجزيرة جزيرة النخلة وما زال اه اللهم لحسد في مباني لسه بتتعمل وفي لسه اماكن لسه بتتعمل شيء في متى الجمال طبعا اللي احنا شايفينه دي او رطحات السحابة اللي احنا شايفينها من العربية واحنا بنشوف مع بعض حاجة يعني شيء ولا اروح شايفه متى الجمال وطول ما احنا ماشيين شايفين في دايمند اه تطوير في انا تشوف الاقماع اللي لونها اه احمر وابيض دي ده اه دي هاي الطرق هاي الطرق الموصلات الار تي اي دايمن بتطور عمالة تعمل شغل اه جديد شغل اه كتير اه تطور الطرق طبعا بالتعاون مع نخيل لان اه طبعا منطقة اه او جزيرة النخلة هي اه تابعة لنخيل احنا كده داخلين على اه نهاية يعتبر على نهاية الفيديو بتاع النهاردة لو اعجبكم الفيديوهات دي هتمنى انتو انتو تكتبو لي في التعليقات تحبوا تشوفو فين داني هنقدر ان احنا نشوف اماكن جديدة واماكن كتيرة بشوفكم ان شاء الله اه المرة الجاية وشكرا لكم على متابعة الفيديو اتمنى يكون اعجبكم فيديو النهاردة ولو اعجبكم الفيديو ياريت شاركوا الفيديو وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك اذا تكرمتم وبشوفكم من المرة الجاية ان شاء الله ومع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة